في الجزء الثاني من الحديث يحزن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من الشح يبقى احنا بعد الظلم جيت تحزين من الشح طب وليه؟ قالك ما هو الشح يدوى الظلم للناس وظلم للنفس والشح هنا معناه البخر وقصد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا انه هو ينبهنا الى مفهوم الشح وان الشح مش مجرد بخ للمال وانما البخل او الشح ممكن يكون كمان في كل ما هو باطن يعني يبقى شح في العواطف في المشاعر في المحبة في الاخوة في الود في اللطف كل ده وعشان كده المشاعر دي لها ست صفات اللي المشاعر اللي بيها بتعمل كده في الانسان وتخلي الانسان يحس بهذا الشح ايه السفات اللي هي دي اول حاجة الاهمال وده يقتل المشاعر تاني حاجة الانشغال ودايما مبرر جاهز حصوصا عند الرجال اصل الشغل واخدني الدنيا بقت صعبة الى اخره تاريت حاجة النسيان اه النسيان طبيعة الانسان وممكن يكون له غصب عني ويبقى ده نسيان اضطراري لكن في حاجة مهمة لازم نقول عليها ما تنفعش ان انت تقول ان انت نسيتها في حاجات ما ينفعش ان انت تنساها فتخلي بالك زي بالظبط ما انا مش هانسى ان انا عمر لكن انا ممكن انسى اسم حد تاني ففي حاجات في الحاجة ما ينفعش انساها رقم اربعة من الصفات اللي تبين بقى مسألة الشح والبخل سواء كان الشح دوت في الماديات او كان في المعنويات ايه بقى الهجران ودي حيلة مشهورة اننا عايشين متخصمين في البيت كل واحد في حالة في حالة شديدة جدا جدا كل واحد في حاله وفي حالة شديدة جدا من الفرقة ومن الشقاق وما نحاولش نشوف ايه اسباب المشكلة وايه اسباب الحالة ما نحاولش نعمل كده نسيب الوضع زي ما هو عليه كده طب الوضع ده تنوع من انواع البخل والشح ان ما حدش فينا كريم ان هو يقدر ينهي ده رقم خمسة الانانية كل واحد عايز ينفذ اللي في دماغه وينفذ اللي هو عايزه ويبدأ يلوم الطرف الاخر لو ما عملش الحاجة اللي هو عايزها على اكمل وجه رقم ستة التأخير تلاقي الزوج متباطئ والزوجة دايما مش عايزة تسارع وتنفذ لزوجة ما يريد اما بخل المال ففي العديد من التحذيرات اللي تخلينا نتركه زي ما ربنا قال ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وعشان كده حذرنا حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الجليل ان الشح ده كان احد اهم اسباب هلكت وزوال حضارة كاملة وزوال امم وحذرنا صلى الله عليه وسلم لكي لا نقع في مثل ما وقعه فتزول الامم وتزيلوا الحضارة الشح هذا محرقة للحضارة وعشان كده كان احد اسباب اهلاك الامم قبلنا لان البخل دفعهم للاعتداء على الاموال والاعراض وهنا الربط العجيب ما بين الظلم والشح ان الانسان البخيل ممكن بخله يدفعه الى انه يظلم الناس ويظلم نفسه خلينا افكركم ان الرابط اني الظلم والشح بيهدموا المجتمع بيقضوا على علاقات ويقضوا كمان على القيم في نفوس اصحابها واذا زالت القيم وفسدت العلاقات ما تسألش عن الحياة لان ساعتها الحياة هتكون توارد تحت اقدام الظلمات اللي ترب اللي حصى منها ظلم وحصى منها بخل وشح يا رب نسألك ان تجنبنا الظلم والبخل يا رب العالمين لان كلاهما لان كلا الظلم والشح لا يأتي الا بسواد ووجع وظلمة اللهم اجعلنا من المنورين من المطيبين واصرف عنا الأزى يا رب العالمين اللهم اشتركوا في القناة